هنروح لي كرة السلة رجال وزي ما تابعتوا حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي وزي ما وعدناكم دائماً أبداً بنكون مع عبطاننا قدر استطاعتنا كنا مع عبطاننا رجال كرة السلة سواء مرتبط أو رجال في مبارتي قبل النهائي مع نادي الاتحاد السكندر الحقيقة حصل سيناريو يعني يمكن لتالت موسم بيتكرر بتخسر من الاتحاد المطش الأول كبار بتكسب مباريتين المرتبط بتروح للمبارات تانية بتكسبها ولكن هذه المرة كانت المباراة أصعب بكثير وكانت حماسية وكان فيها نوع من أنواع توبي أو نوت توبي مش من ناحية النادي الأهلي فقط ولكن من ناحية النادي الاتحاد خلينا أقول حاجة النادي الاتحاد عمل مباراة كبيرة كل الاحترام أكيد لنادي الاتحاد فريق وجهاز فني بيقوده مدير فني طبعاً كفء كابتر أحمد عمر حقيقة شرفت أننا لعبت أصاده سنوات وراجل ده مثل خلق فنياً لا غبار عليه فطبع النادي الاتحاد عمل مطشين لحقيقة كبار ومنقول له هارد لك ولكن هنا نيجي للنادي الاهلي النادي الاهلي عمل مباراة التانية مباراة جيدة جداً ما عادة بين قصين أخي بدئتين في الشوت الأول الحقيقة النادي الاهلي كان مش موفق وده كان حصل فيها النادي الاتحاد طلع تسعبون في هذه الفترة ولكن النادي الاهلي نجح خلال التات والرابع في خبرات لعبته خاصة عمر الجندي خاصة عمر الجندي وعمر طارق حتى في الإكسرطايم نجحوا في فرض كلمتهم عمر زهران عمل ستيل مهم في وقت مهم المباراة لو تفتكروا حضراتكم كنا حللناها مع ديوفل السودي التحليلي بشكل مكتب طبعاً وجود مستر أجوستي بوش على الخط إدى بوش كبير جداً للعبين هو اسمه أجوستي بوش يعني هو اسمه على مسمى جي كده وأنا بقوله ولكن وجوده حفظه باللعيب الروتيشن تغييراته يعني الحقيقة أنا بس هستطرت شوية في اللقاء ده أو المباراة دي لأن المباراة دي كانت مهمة لينا أولاً نادي الاتحاد كان داخلها بشعار لا لأي نتيجة تانية إلا الفوز وده بن جداً في عصبية كثير من اللعبين خاصة يوسف شوش يوسف شوش على الحقيقة أنا لعبت قصاده وهو لعب يعني كويس ولعب منتخب مصر بس أنا الحقيقة أريد دينه نصيحة أريد دينه نصيحة أنه يركز في البسكت أكتر يعني مهما كان في الأول والآخر إحنا زملاء واللعب بعنف ده فيه صورة والله يا جماعة أنا لولاً أن هي بس لي حقوق يعني كنت يعني جبتها لحضراتكم صورة تلعبت مع إيهاب أمين أنا أحاول أجيبها لكم أنا أحاول أجيبها لكم وخلي يعني الزملاء في الكنترول يعرضوها كان يعني عامل زي لعبة كده كيك بوكسنج ليوسف شوشة مع يعني إيهاب أمين ففي الأول الآخر إيهاب أمين زميل ما لعب معاك في المنتخب إلعب بحماس وإلعب بقوة ده حقك وتدفع عنه ولكن اللي مش من حقك أن أنت تلعب بعنف زيادة مع لعبة النادي الأهلي أنت لعيب كويس محتاج لو ركزت في البسكت هتكون يعني إضافة قوية لمنتخب مصر زي طول عمرك ما كنت إضافة قوية ولكن الحماس الزائد بعنف مع لعبة النادي الأهلي بتهالي ده هياخد من المستوات كتير فأنا يعني بديك نصيحة ركز في البسكت أكتر أيوسة الحاجة الثانية أنه النادي الاتحاد كان حق مشروع أنه عايز يفوز النادي الأهلي آخر سنتين يعني يعني تفاوك كبير مع دايما النادي الاتحاد ودايما بيكون هو الطرف الثاني في أي فاينال بيكون بنلعبه سواء بطولة عربية سواء في السوبر في المرتبط فالمباراة كاتماشية بشكل يعني شوية عصبي ولكن لعبة النادي قدروا سيطروا على المباراة لعبه بحماس أقوى من الحماس اللعب بنادي الاتحاد من أنت لما تلعب فرقة حماسية لازم تبقى حماسي أكتر إما هتخسر الحاجة الثانية حماس بعقل لعبة النادي أهلي لعبه حماس ولكن بعقل مركزين في البسكت بس الحاجة الثانية أنه في الأوقات المهمة بفضل الله سبحانه وتعالى عندك لعبة تقدر تحسم ودايما خدوها مني كده لو نادي الاتحاد ما قدرتش يفرق عن نادي الأهلي عشرين بنت في أي فترة من فضلات اللقاء المطش بنسبة كبيرة بكل صالح نادي الاتحاد كل المباراة اللي خسرناها من نادي الاتحاد كان نادي الاتحاد لازم يفرق عشرين خمسة عشرين بنت عشان نادي الأهلي يصعب عليه المهمة ما يقدرش يقرب منه وهتلاقي كده كل المباراة اللي خسرناها كانت بالشكل ده إنما لو المطش مشي إكوى الجيم يعرف إن لعبة النادي الأهلي بخبراتهم بالبنش بالكوتش اللي واب بره بالنسبة كبيرة جداً هيكون المطش ده الصالح النادي الأهلي طيب النادي أهلي خد البطولة ما خدش بطولة النادي الأهلي ما بيفرحش ولا احنا بنفرح بفوز مباراة أو تخطي عقبة ولكن النادي الأهلي بيفرح والفترة قصيرة بالبطولة طيب البطولة إمتى؟ مطشين اللي جايين نهائي مع سموحة سموحة اللي وصل لأول مرة في تاريخه لفاينال السوبر المصري طيب مين بيقود سموحة مفاجأة؟ بيقودها تامر مصطفى برضو زميل الملاعب تامر بالمناسبة لعب في النادي الأهلي أربع مواسم تامر مصطفى تولى قطاع الناشئين تولى عشرين سنة وتولى المسؤولية باستقى من مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة طبعا مهندس فرج عامر تولى المسؤولية السنة دي كاختبار صعب انت صعب جدا في بداية حياتك تمسك في الإدارة جولة وسبحان الله تشاء الأقدار ان السكة الفرقة الكبيرة كلها تخبط في بعض الأهلي لعب الزمالك في دول الثمانية الأهلي لعب للتحاد في دول الأربع الناحية التانية كانت دنيا سهلة قبل سموحة سبورتنج أول مطشي قبل النهائي واستطاع نفوز مبارا من الاتنين والمرتبط بتاع سموحة مرتبط قوي فاز بالمبارايتين على سبورتنج فتأهل بناء عليها للفاينال مطشينا هيبقوا امتا بأنه بنسموحة يوم ستة الأربع ستة ديسمبر يوم الأربع وتمانية ديسمبر يوم الجمعة مستر أجوستي بوش عامل ايه بينزل الأحمال دلوقتي ودواطع طبيعي جدا لازم اللعبة تخرج بره المود المنافسة عندك أسبوعين لازم عندهم محتاجة على الأربع خمس تيام أنا أقول لكم الكلام ده مستر أجوستي بوش طبعا بينفزه باقتدار اللعيبة فاهمة وبقت لعيبة كبيرة ولعيبة دولية حتى الصغير عمر زهران النهاردة اللي من رؤى عليه صغير خد في سنتين كمية خبرات نقدر نقول عليه إنه بقى لعيب قديم ولعيب تقيل في الملع ينقصه بس زبط الفولت شوية عند الفولت عالي بس ده مع الوقت هيأقل ومع الوقت هيكون غلطاته أقل وكل اللعيبة مرت بالمرحلة دي حتى هاب أمين نفسه لما راجع من أمريكا ولعيب مع النادي الأهلي مر بمرحلة الأوفر فولتج اللي كان عليها أو الفولت الزيادة اللي بيقى في الملعب لأنت حماسي بزيادة فممكن تعمل غلطتين ثلاث ففرقتنا بتستعد المباريتين دول إحنا حامل لقب المرتبط لسنتين إن شاء الله السنة الثالثة ماشية كويس إنت بالنسبة لمرتبط بتاعك إنت واسموحها المباراة في الملعب أنا كنت قلتلكم قبل كده أن إحنا والاتحاد الفرق كبير وقد كان مرتبطك مع اسموحها؟ لا مطش المرتبط في الملعب وارد تكسب المطشين وارد تخسر المطشين وارد تكسب مطش وتخسر مطش فاللي هيحسم النهائي مش المرتبط اللي حسم قبل النهائي المرتبط إنما النهائي اللي هيحسمه الفريق الأول و هو أكيد عارفين الكلام دول مقود إنت محتاج النهاردة تروح تحسم المبارايتين الكبار مفيش هزار عشان ما يحصلش تعادل نروح للمباراة تالتة ناخد فرق نقط يروح مننا لقب إحنا ما في غيره عن الكلام ده كله روح يا باشا مطشين نسموحها طب فنياً أنت على المستوى الكبير إيه؟ أنت فنياً على المستوى الكبير فرق كبير تقدر تكسب بس لو لعبت بمستوىك لو لعبت بمستوىك تقدر تكسب البسكت دي تالت بطولة ليهم لعبوا بطولة أو رابع بطولة لعبوا بطولة العالم نرجعوا بيها على بطولة عربية السوبر المصري في البحرين دور المرتبط الأربع بطولات دي رابع بطولة نهاردة بنتكلم في شهر نوفمبر وفرقة من فرقك بتلعب رابع بطولة وبتخلصها فإذا الحمل عالي بشكل هستيري على اللعيبة يا رب يحفظ اللعيبة يا رب ما حصلش أي مشاكل وأي إصابات الجهاز الطبي والفني عليه مسؤولية كبيرة للريكافري للعيبة مهم جداً اللعيبة تخرج برا الإجهاد عشان لسه عندك السوبر المصري وما أدركك ما السوبر المصري وما أدركك ما بلقف أو الأدوار الإقصائية حاجات بتبقى يعني زي ما بيقولوا مفرامة وعايز الـ 12 اللعيب جاهزين كل التوفيق إن شاء الله لسه عندنا السوبر لسه عندنا الكأس مصر ولسه عندنا دول السوبر فإن شاء الله عندك بطولتين وعدت تقريباً زي ما قلت لحضراتكم 40% أو 50% من مشوار السنة